اهلا وسهلا بكم اخواتي اخواني في وصفة جديدة من وصفات مطبخنا سيرا وصفتنا لليوم هي وصفة فلوغ فلوغ بدون فرن وبدون بيد هذا الفلوغ هو على طريقة الباناكوتا الايطالية اللي كنت مقبل لتهاكم باناكوتا وكل يد فخيز اليوم راح نديرو باناكوتا وشوكولا وعلى فاني ان شاء الله غاينديركم دوقي وانتم الدوق اللي تبغوه تديروه اذا لتحضير فلوغ على طريقة الباناكوتا الايطالية بدون بيد وبدون فرن نحتاج الى المقادير التالية زوش كيسان حليب كاس كما هكذا اي ما يعادل 250 في 250 يعني 500 مللتر حليب كاس واحد قشطة دارية لكخان فخاش اي ما يعادل كذلك 150 مللتر التمغرف كبار سكر مغرف واحدة جيلاتين حلال طبعا النباتي او البقاري مغرف ونص كبيرة تعماء والشوكولا هنا ندار الشوكولا نواخ السوداء اختاروا اي نوعين من الشوكولا تبغوه لما يعادل 100 غراء شوكولا هذا الفلون بالشوكولاة والفلون بالدوق الفانيل نحتاج الى نفس المقادير هنا زيادة عليه 5 مغرف كبار سكر كبيرة و هنا ثاني في السكر كنت قلت لكم مغرف السكر في الدوق لكن هنا نداره بما ان الشوكولاة فيها شوكولاة ستكون مرة إذا نحتاج الى 1 مغرف سكر و هنا ندار فقط زوج مغرف سكر والسكر يعني على حسب الدوق تقدروا تقلوا ولا تزيدوا على حسب الدوق والباقي الاخرين يعني نفسهم زوج كيسان حديد كاس لخام خاش مغرف ونص ماء جيلاتين كذلك مغرف كبيرة و هنا زيادة لها طبعا فانيلية سنقوم منها مغرف اذا نبدأ بسم الله بطريقة التحذير اذا اول شي جيلاتين سنقوم به المغرفونس بتاع الماء هكذا و نجعله مع الجنب اذا نقوم بالكاسرول فوق النار نفرغ اول شي الحالي بتاعنا هكذا زوج كيسان تحاليل النار طبعا تكون متوسطة و نزيدوا القشتة الطارية كذلك نفرغوها معاهم هكذا نضيف لها الشوكولة المتاعنا و هكذا نحلوها هكذا نضيف السكر هكذا و نقعدوا هكذا نخلطوا فيهم مليح حتى نضيف لنا الشوكولة و نضيف لنا السكر طبعا و نضيف لها يعني شوية تغلالنا شوية يمشي بزيف لكن غير شوية يمشي في ذلك الفقاعات هكذا هكذا تضيف لنا الشوكولة لنا و الثاني تشعروا السكر كذلك كذلك هكذا الآن نضيفوا الجيلاتين اللي كنا مقبل دمناه مع الماء و نقعدوا نخلطه هكذا حتى يضبنا الجيلاتين كما راكم تشوفوا يعني تحسوا هكذا تحركوا تحسوا بالجيلاتين داب كامل يعني مع الخالط و الخالط يعني بده شوية يغلى و كذلك تحسوه شوية يعني مشي بزيف شوية تقال و هكذا و هكذا و هكذا و هكذا و هكذا إذا خلاص الخالط تعنا را جاهز الآن نطفوع لي هالنار نضيفوا لغامك كما هكذا عاديين يعني لغامك اللي يكونوا عندكم تستخدموهم و نفرغوا فيهم نفرغوا فيهم نفرغوا فيهم مباشرة هكذا هكذا خلاص و ندخلوا لغامك و ندخلوا لغامك و نخرجوهم من الثلاجة اذا للطريقة الثانية او الفلون بالفانيليا سوف نتسارغوا نفس الطرق اذا اول شيء سوف نضيفوا الماء فوق الجيلاتين و نضيف الجيلاتين على الجام طبعا الآن سوف نخدم الكراميل سوف نضيف السكر 5 مغارب سكر نضيفهم هنا في الكسرار او سوف نضيفهم في المقلة كما تريدون سوف نضيف السكر و نضيفه و نضيفه سوف نضيفه السكر الآن سوف نضيفه سوف نضيفه السكر نضيفه السكر و نضيفة نضيفه نضيف الحليب في الكسرار القشدة الطارية نضيف السكر و نضيف مغرف صغيرة فانيليا نضيف مغرفة و نضيف حليب و نقوم بخلطها و نضيف مغرفة و نضيف مغرفة نضيف مغرفة و ننبقى و ننبقى كما نضيف مغرفة تشعر السكر داب يعني تشعر السكر داب يعني تشعر السكر داب يعني تشعر السكر داب و يبدو تنفق على سيبانه حتى في الحواشين إذا الآن نضيف الجيلاتين الجيلاتين اللي كنا مقدرنا في الماء إذا نضيفه للخالد و نستمره في الخلط حتى يضبنا الجيلاتين تنفق هكذا خلاص كتشعر الجيلاتين يعني دابقه هو بضيغ للكم قليل شوية طفو عليه هكذا طفو عليه هنا والآن الخالد ستجهز كما رفهم تشوفو و نفرغ الخالد تنفق البناكوتا و نضيفه في نهام لغامة لاحظة و الأن نضيفه تحتاج إلى نهامة في هل تنضيفه كنت تشوفوهم جمدوا غاية جمد هذه البناكوطة يعني تشوفوه بعينكم جمد هكا ما يتحركش اذا تخرجوه من الثلاجة اذا هدا هو الفلون على طريقة بناكوطة الايطالية بالفاني وبالشوكولا كما راكم تشوفو را جمد هكدا كما راكم تشوفو وتاع الفانيليا كذلك نقرب هلكم تشوفو البناكوطة مش عارف اذا كنتوا جربتو البناكوطة اللي كدرت هلكم مقبل البناكوطة يعني يعرفوا المعداق بتاع البناكوطة راه يتبنين بزاف وكذلك الفلون تاعه يجي روعة ان شاء الله تجربوه ويعني تستبنوا هذا المعداق اللي انا نصف لكم فيه لانه بحقيقة المعداق يستحق التجربة هذا هو الفلون يعني كما شفتو راندرناه بدون فر وبدون بيت يجي فقط بالحالي بالقشدة الطارية وبالجيلاتين طبعا ان شاء الله تكون وصفة اليوم عجبتكم وتجربوها وتديروها كتحلية لسهاراتكم في رمضان نقولكم تصوم وتكملوا رمضانكم بالصحة وستن ان شاء الله رح تلقى ومقادير الوصفة تحت لافيديو في لاديس بخير وما تنسوش الاشتراك في القناة الى اللقاء مع وصفة اخرى ان شاء الله مع السلامة